موسيقى 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 كانت مختلفة جداً عن مباراتها أمام منتخب العراقي أدى مبارات زين أمام منتخب الأردن هنا في الكويت نوعاً ما كان الجو حار يمكن هذا الشيء ما ساعد اللعبين خصوصاً أن المتخب العراقي أول دقائي كان عنده ضرد وكان أنا بالنسبة لي يمكن أن أشوفه فرصة ذهبية أن المتخب الكويت يطلع بثلاث نقاط ونوعاً ما يمكن يأخذ المركز الثاني في المجموعة ولكن الآن في عام الكبير وإن شاء الله يا رب أن المتخب الكويت قادر على تجاوز مبارات عمان في عمان وكل التوفيق لهم كوريا منتخب كوريا طلع اليوم كلام أنه احتمال يتم استبعاده من التصفيات بسبب تدخل حكومي عندهم في تعيين المدرب إجراءات الوزارة الرياضة عند كوريا فممكن يتعرضون الإغافة شنو رأيك؟ والله يبشرك بالخير لأنه إذا طلع كوريا نقولك ياهي بإذن الله من الثلاثة الأوال المنتخب إن شاء الله شو المطلوب من المدرب المنتخب اللي هو الأرجنتيري بيتسي شو المطلوب من عند المباراة هذه؟ السؤال كاني إحنا نشجع إحنا دائما كلاعبين نشجع المدرب ونشجع يعني اللاعبين أن يتحملون رسالة المدرب وتعليمات المدرب وإن شاء الله نحن مطلوب من الدعم الكافي والكمية الكبيرة حق اللاعبين دائما نشجعهم لأنهم داخل الملعب وهم اللي فوزونا المدرب لا التعليمات ولا الأدوار الخارجية لكن اللاعبين قدها بإذن الله اشتركوا في القناة